اليوم الأحد بتصادف ذكرى مرور 70 سنة على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية للعرش وهي بتعتبر أول شخص يصل لليوبيل البلاتيني من ملوك بريطانيا الملكة بهذه المناسبة كتبت خطاب جددت في وعدها بخدمة وطنها ومواطنيها حتى آخر يوم في حياتها وشكرت الشعب على دعمهم لها على مدار سنوات حكمات طويل وعبرت عن أملها والتفاؤلها بهذه السنة لكن في الخطاب كمان كان في شيء مهم فالملكة قالت أنه لما ابنها تشارلز يتولى العرش زوجته كاملة ستصبح ملكة وتحمل هذا اللقب يعني ما رح تكون مجرد برينسس كونسورت أو الأميرة الزوجة كما أعلن في السابق وعشان أنا بسط لكم الموضوع خلينا نقول لكم أنه في العائلة الملكة البريطانية زوجة الملك تلقائيا بتحصل على لقب الملكة الزوجة بمجرد إعلان زوجها ملك للبلاد بس في حالة كاملة هذه النقطة تحديدا كانت دايما محل جدل ونقاش بسبب حساسية الرأي العام البريطاني تجاه الموضوع خاصة أنه شعبية كمان وقت زواجها من شارلز في 2005 كانت منخفضة جدا طبعا بسبب يعني موضوع دايانا العموم ينضم إلينا من لندن عبر زوم نيل شون الصحفي المختص في الشؤون الملكية أهلا فيك معنا نيل هل صدمت قرار الملكة؟ سعدتم سعان سرت بلقائكم اسمح لي أن أوضح قليلا الأمر الكثيرون يقولون بنا كاملة وبفضل بيان الملكة ستصبح ملكة كلا تبقى كوين كونسولت في الملك شارلز والكونسورت كاملة وأعتقد بأن ما تحاول أن تقوله وتفعله جلالة الملكة هو أن تقول وكما ذكرته في رسالتها أنه عندما لم تعد معنا أو عندما توفى هذه أمنيتها وهكذا تريد أن تستمر العائلة المالكة وعبرت عن ذلك عالنا الآن بينما هي معنا فبالنسبة للعالم والكومنولث والمملكة المتحدة هي تقول بأن كاملة التي حصلت على موافقتها الكاملة وتطلب منها أن ندعمها إلى جانب الأميرة شارلز ابنها البكر فهذا أمل لطيف منها هي قد تكون حصلت على موافقة الملكة لكن كانت واحدة من أسباب الأزمة في السابق عند الزواج دائما شبح الأميرة ديانا الراحلة كان دائما موجود والناس كانوا بيكرهوا كاملة أو بيعبروا عن عدم رغبتهم في وجودها بسبب ديانا هل نقدر نقول أن الآن الناس تقبلوها أيضا الشعب البريطاني؟ هذا سؤال وجيه جدا كنت في حدث مع كاملة الأميرة شارلز ودوقتي كامبرج أسبوع الماضي وكانت لديهم علاقة جدا لانطباع العام هنا في المملكة المتحدة هو أنها مرحب جدا بها دائما سيكون هناك هذه المسألة ومقارنة مع ديانا ديانا كانت إنسان لطيفة جدا تقتها شخصيا ولكن مع مضي الوقت وإذا ما طلعنا إلى جلالة الملكة الآن فيها تقولوا نحن الآن نعيش في الماضي يجب أن نطلع على المستقبل فبالتأكيد المستقبل هو ألمير شارلز وكاميلا وبعد ذلك مستقبل سيكون وليام وكاترين الانطباع العام هنا كنت في بكينهام بالصباح اليوم والجمهور بدأ يتقبل كاميلا أكثر بسبب كل العام الذي قامت به هي لا تشتكي وعاشت وقتا صعبا جدا مع الإعلام إذا ما فكرنا في الأمر حتى التواصل الاجتماعي ولكن كل عمالها الخيرية وخاصة الانتهاكات هنا في بريطانيا بدأوا ينظرون عليها لأنها أمرة جاهدة جدا ومجتهدة في عملها فأنا عم تحاولت الأمور في الخلال 15 سنة الماضية الزمن يغير الكثير من الأشياء طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة كان معنا من لندن عبر زوم نيل شون الصحفي المختص في الشؤود الملكية شكرا لك